سؤال السيد العضو فيصل سعود دويسان للسيد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لإفادته عن قيام تلفزيون دولة الكويت بقطع مشهد من المسلسل المحلي العافور والجواب عليه أخ الرئيس طبعاً هذه مشكلتنا عندما نوجه سؤال تأتينا الإجابة متأخرة وآلية وضع الأسئلة القديمة هذا مسلسل العافور مو الآن قدم مو في رمضان هذا رمضان اللي فات فاعتقد أنه يعني وقت السؤال وقوته انتهت المشكلة في هذا المسلسل نحن نفرح عندما يقوم تلفزيون دولة الكويت بتبني إنتاج للفنان العملاق عبد الحسين عبد الرضا في العافور هناك مشهد مقطوع من تلفزيون الكويت وهو حديث الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا عن البدون وقال كلاماً بسيطاً إنسانياً عرض هذا المشهد في دول أخرى تحديداً في تلفزيون دبي وفي تلفزيون الكويت قطع فكان السؤال هل هناك رقابة للنص وبالتالي كان النص واضح ما في هذا المشهد أم أقحم إقحام أبداً الجواب كان بعيد كان جواب هلامي وجواب معني أنا سألت عدة أسئلة في سؤال واحد والإجابة بشكل جامع نحن نراقب وعندنا آلية واضحة حتى إجابة السؤال كانت غير واضحة للأسف وأيضاً أوجه رسالة للحكومة عندما يتقدم أحد أعضاء مجلس الأمة بسؤال ينبغي احترام هذا السؤال والرد عليه بدقة لأن عدم وضوح الجواب سيكون إدانة للحكومة أنا من رأي الكويت التي كانت منارة للحرية والتعبير يضيق بالها عن سماع رأي فنان قدير كبير يعرف ما يقول ولا يهين الكويت إذا كان هذا المشهد مو من ضمن النص اللي أنتوا راقبتوا ووافقتوا عليه ولا أعتقد أنكم قرأتم النص بل وافقتم بدون قراءة النص لأن الجواب يعني واضح إنما ما في لجنة وقلت لهم زودوني بأراء اللجنة التي قرأت النص ما زودوني بهذا كله معناها تمت الموافقة مباشرة فنان بقامة عبد الحسين عبد الرضا يستاهل توافقه لمباشرة وفوق هذا يستاهل نسمع كل كلمة يقولها لأنها في مصطحة الكويت الفنان عبد الحسين عبد الرضا هو وزارة إعلام قائمة بحد ذاتها فبالتالي كلامه للمسؤولين موجه وهذا دور الفنان الحقيقي نحن نريد من الفنانين أن يكونوا موجهين في هذه الدولة لا نريد من الفنانين أن يكونوا مهرجين قضية بمثل قضية البدون التي عرفت الكويت بالعالم أجمع بأن كلمة بدون تأتي من الكويت فنان يقول رأي إنساني تضيق وزارة الإعلام عن سماع هذا الرأي وتقطع المشهد بينما دولة خليجية تضع هذا المشهد ونحن أكثر جرأة على قول الرأي الصريح من أي دولة في المنطقة غريب هل هناك تراجع للحريات باعتقادي أن معالي وزير الإعلام لا يرضى بمثل هذا القطع طيب يا معالي وزير الإعلام هل كلمت أحد من المسؤولين الذين قاموا بالقطع هل القطع كان بأوامر مباشرة منك إذا كانت الأوامر جاءت بهذا القطع فهي مصيبة لأنك تعلم يا معالي الوزير بأن الكويت بلد الحريات ومثل هذه العبارات التي قالها الفنان عبد الحسين عبد الرضا لا تسيء للكويت بل تعطي الكويت مكانة كبيرة في العالم الحر المتمدن الآن أنا وجهت سؤال للحكومة عن الجهاز المركزي للبدون ستنتهي مدته آلية التجديد حسب نص القانون ماكو إجراء للتجديد بقرار من مجلس الوزراء تم تجديد وتمديد العمل لجهاز البدون طيب إذا كان رئيس الجهاز يقول أنا خلصت المدة وهذه الحلول اللي عندي والحلول التي لديه لا حلول ليست حلول حقيقية طيب نحن أمام منعطف خطير التمديد في قضية البدون هو إساءة للكويت قبل أن نسيء إلى البدون أنفسهم أتمنى أن أسمع تعليق على تعليق الإجابة من وزير الإعلام وأنا متأكد بأن الذين أجابوا هذه الإجابة وقدموها لي لن يرضى عنها معالي الوزير لأنها إجابة مبهمة ولا تتمتع بالبطولة ومن قدم الرد فهو رد مسيء لوزارة الإعلام نفسها شكراً لأخ الرئيس فضل وزير الإعلام شكراً للأخ الرئيس وشكر موصول للأخ العضو الكريم على سؤاله لكن أنا قبل أن أدخل في الرد على السؤال أكد لعدة ثوابت احترام الحكومة التام لكل الأسئلة الموجهة من السادة النواب إلى الوزراء وبالتالي أرجو أن يكون ردنا على السؤال يرتبط في الظوابط اللائحية لمجلس الأمة الرغم الثاني فيما يتعلق في موضوع الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا فالحكومة حرصت كل التقدير على تكريمة وبتوجيه مباشر من سموه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تم تسمية أحدث مسرح في منطقة السالمية باسم الفنان عبد الحسين عبد الرضا ما يتعلق بالجزء الثالث عن برنامج أو عمل قدم على تلفزيون الكويت أعتقد أن وزير الإعلام وقته ما يسمح لأنه يمارس دور فني أو تنفيذي هناك آلية موجودة وفق القانون أناطة لجان رقابية لمراجعة كل المواد أما ما يتعلق في الموضوع الأخير الموضوع الإنساني فنحن نضم صوتنا للأخ العضل المحترم باحترامنا الشديد لحقوق الإنسان ولكل مقيم وكل من يقيم على أرض الكويت باحترام تقدير كبير فالعمل الإنساني وما تخدمه الكويت لغير محددي الجنسية يشهد لها القاصي والداني في جوانب عديدة جوانب اجتماعية وصحية وتنظيمية هذا اللي يحب أن أرد عليه لكن أكد لأن وزارة الإعلام تحرص كل حرص من ضمن مسؤولياتها في تطبيق القانون أن تقوم في مسؤولياتها وأكد لأن وزير الإعلام لا يطلع على هذه التفاصيل إنما الرد على هذا السؤال وملاحظاتها لأبداها أيضا سوف نراجح أن الآلية عمل لجان الرقابة الموجودة في الوزارة فيما يحقق إن شاء الله المصلحة العامة شكرا لأخ الرئيس